السلام عليكم جميعان انا زميلكم ماجد رمان طالد طب اسنان سنة ثلاثة و رئيس لجنة او مسؤول لجنة طب الاسنان طبعا بهذا الفيديو او بحي السلسل من الفيديوهات رح نشرح لكم مادة الفاينل للريديولوجي كوني انا شرحتها السنة الماضي او السنة الماضي بنفس الفصل هذا لدفعتي وعندي القدرة ان شاء الله اني اشرحها بشكل كافي ومنيع طبعا قبل ما نبلش بكل اشي موضوع المحاضرة بحكي عن انه how to produce an image او producing a radiographic image هسا احنا بدنا ايش افسر لكم بس اسوي لكم ايش مخطط ورسمة اشرح عليها شوي قبل ما نفوت في المحاضرة عشان ايش يكون تقريبا سبجيكتز طبعا المحاضرة مغطيين هسا احنا عنا اشي هيك ها نسميه هذا اللي هو ايش مثلا هذا اللي هو الاكسرين ماشين تمام هذا البي اي دي اللي انتو اخدتو الكوليميتر تمام اظن انكم اخدتو وعندنا احنا دايما بيكون مثلا هاي السن هون تمام اعتبروا انه هذا السن لانه رسمي شوي سيء ودايما ورا السن ايش بيكون عندنا فيلم هسا احنا شو بنسوي من البي اي دي او الكوليميتر بنطلع ايش اشعة اكس ري تمام تمام وهاي الاشعة الاكس ري شو بتسوي في جزء منها بيخترق السن وبدخل للفيلم وفي جزء منها ما بقدر يخترق السن تمام فالجزء اللي بخترقت هاي الفيلم هايه مثلا بعد ما اخرنا الصورة مثلا في جزء من هون اصابوا في جزء من هون اخترقوا جزء من هون اخترقوا جزء من هون اخترقوا هناك غرفة طافية وفيها ضوء احمر خافد طالع وبتلاقي واحد هيك بغطس افلام في مية او في اشي زي المية بروح بعلقهم هذا هو ايش اللي احنا بنسويه للافلام عشان احنا نقدر نشوفها هاي العملية او الشغلة اسمها بروسسينج او ايش المعالجة فاحنا بالمعالجة شو بنسويه بنيجي على الفيلم هذا اللي هو مش مبين فيه اي اشي يعني فيلم نفس ما هو نفس ما انت مصور فيه بس اللهم شو بنخلي هاي بنخلي هاي خنانا بس بلون اخضر اسويه بنخلي هاي الامور اللي صار لها إكسبوز او اللي مخزنة طاقة الاكس راي انها تبيين عن طريق شو عن طريق اني انا بغطسها في محالي لو اشي على اساس انه ايش تبين معي وهكذا بيكون احنا ايش غطينا موضوعين اول اشي موضوعين احنا عنا اساسا في بالاكس راي في اشياء مرتبة بسموها ايش كريستلز تمام هاي الكريستلز في جزء منها يتعرض للاكس راي لما يتعرض للاكس راي بيخزن الطاقة هاي فيه تمام بس ما بيبين متى بيبين بس احنا نعرضه لمجموعة كيميكالز عن طريق عملية لبروسيسينج وهاي تقريبا 2 سبجيكت المحاضرة بس بشكل عام اساس ايش تكونوا انتو وصلتلكم بالفكرة خلينا هسا نحكي ايش عن المحاضرة وشرحها و ان شاء الله ركزوا معايا يعني المحاضرة سهلة كثير جدا جدا لو انتم مركزين و بس خلايا خلينا نبلش طبعا قبل ما نبلش في مراجعة صغيرة عن الاكسري ماشين اول اشي احنا الاكسري ماشين عنا ايش مكونة من ثافة عناصلة تيوب هدوة وهو هذا الشيء تمام بيكون ايش جواته دايما بيكون يحتوي على ايش round او rectangular bid kilometer هايو ال bid اللي هو من هون لهون هذا اللي هو الكوليميتر بنسميه بيكون شكلين يا اما دائري زي هيك يا اما شكل مربع او rectangular ويجي زي هيك والمربع بيكون افضل تمام و بشرح لكم بعدين لاش افضل عندنا الشغلة الثانية وهي extension arm وهي هاي هاي الشغلة ليش شو وظيفتها house wires يعني فيها الاسلاكي اللي بتوصل بين البانيل البانيل والايش والتيوب هيد وايش بتعمل hang the head to give us support and movement يعني تمسك الهيد هذا وبتعطيه support وموفمينت حد بحيث انه احنا نقدر نحرك وين ما بدنا تمام ولا عنصر الاخير وهو ال control panel وهو هذا تمام او اللي هو هذا بصورة مكبر اكثر هذا شو مسؤول هو عبارة عن وظيفته هي regulate function يعني انك ايش تكون انت تتحكم بال x-ray exposure اللي انت بدك اياه وفي منو main parts وفي other parts تمام بس احنا بدنا نحفظ يعني انا منو منكم بحفظ main parts واي اشي ثاني واي اشي ثاني بنسائل عنو بيكون هو other parts تمام main parts هو on off switch اللي الكابسل بتشغل بتضوي x-ray machine في exposure time selector تمام بيكون عليه اللي هو هذا ومش هذا بالضبط هذا للامبير بس بيكون زيه تمام وفيه timer timer اللي هو ايش انت قديش بدك تحرض x-ray او بدك تعرض الفيلم لأكس بوجر وهو ثلاث انواع بيكون digital تمام وإلكتريك وفيه ايش انتوميكل انتوميكل يعني زيك طلع بتضغط على هذا بيكون محدد لك انه مثلا هذا مثلا anterior maxillery baryapical مثلا بتضغط عليه بروح بيحط لك exposure معين للانتيريار baryapical maxillery ايش يعني anterior anterior يعني ايش سنان امامية baryapical وهي طريقة اخذ راديوغراف حتنا اخذها تحت ومكزيلري اللي هو في المكزيلة فيعني اي سن في اي مكان فيه الو كمسة بتضغط عليها مثلا بيحط لك exposure معين وkvb معين ووقت معين تمام فيه other features موجودة بالفيلم وهي film speed selector يعني انت بدك تختار سرعة الفيلم وبرضه هنشرح شوه film speed تحت patient side selector يعني اذا مثلا عندك الpatient صغير او كبير kvb واللي هو بتتحكم بالvoltية بتتحكم بالميلي امبير digital and film mode selector يعني ايش بدك تخلي الفيلم digital او انه ايش film عادي تمام بدنا نحكي عن الاكستري فيلم كايش ككل يعني بدنا نبلش نشرح فيهم ونخوض فيهم وهو شو الاكستري فيلم اللي احنا قلنا عنه هاي الرسمة مثلا هاي bid هاي السن هاي ايش الاكستري فيلم اللي هو عبارة عن ايش الاشي اللي بده يلتقط الفوتونات اللي داخله بالسن تمام او الايش بنسميه احنا بنسميه image receptor ليش receptor ريسبتور معناها مستقبل مستقبل لايش للفوتونات اللي طالع من ال bid تمام تمام هاي احنا لدينا نوعين فيه intraoral وفيه نوع الثاني بنسميه extraoral شي يعني intraoral من اسمهم هاي intraoral يعني الفلم هتمسكو او image receptor هيكون جوة ثم المريض يعني شايف هذا الفلم انت حتفوتو جوة ثمك تمام اما الاكسترا اورال من اسمه بره بررمذ يعني هاي مثلا هاي هيكون رأس المريض هيك مثلا خليني ايش ارسمي لكم رأس مني مثلا هاي رأس المريض تمام وحيكون image receptor هون وحيكون فيه ايش مصدر الاكس راي هون بحيث ان الاكس راي بتمشي عبر رأس المريض وبتيجي على ايش على الفلم رسبتور عشان هيك سميناه extraoral تمام تمام خلينا نحكي اول اشي عن intraoral الانتراoral اللي احنا ليش بنستعملون نستعملوا عشان التيث والسابورتينج ستركتشور ويقسم عندي الانتراoral لثلاث انواع اول اشي البري أبيكل البيتوينج والإكلوزل تمام خلينا نبلش بالبري أبيكل شو يعني بري أبيكل خلينا ايش نقسمها احنا نفهم الكلمة كمعنى بعدين بنخوض ايش بتفاصيلها بري يعني حاول الابيكل اللي هي منطقة الابيكس اللي في التوث فهاي الصورة اصلا معنية للتوث انت سبورتينج بون ثري مليمتر ابوف ذا ابيكس يعني احنا معنية مدام اسمها بري أبيكل لان احنا بدنا نشوف اللي حوالين الابيكس فهاي الصورة لازم تكون معنية في السنج بشكل عام وبرضو ثلاثة مليمتر من كاستعمال ثاني ممكن نستخدم بري دونت الابيليواشن يعني نشوف انه مثلا والله البيدي أقلم عندي كيف وضع البون كيف وضع البون كريست وهكذا تمام او مثلا هون نفس الاشي بدا شوف الابيكال باثولوجي بدا شوف البريدونت الليجام مثلا كيريز دي تيكشن هاي الصورة ما بين انه في هنا كيريز في هنا وهاي الصورة مثلا ما بين انه في انتر بروكزما الكيريز انتر بروكزما الكيريز لو ما اخذتوها في مادة الكيريز وهي بتكون كيريز بين الاسنان تمام اندودونت تيكشن طبعا هاي الكيريز ديكشن والاندودونت تيكشن مفيدات ولكن احنا منستخدوه بشكل اقل لانه الاندودونت لها بري أبيكل من اسمها بري أبيكل احنا منها نتفحص اللي حوالين السن تمام فطلع اي صورة اي صورة مثلا هتلاقي انها مبينيت لك السن ومبينيت لك تحت السن كمان شوي اعرف انها بري أبيكل تمام تمام هسا الصورة الثانية اسمها بايتوينج شي يعني بايتوينج احنا هاي الصورة اساسا كيف تتصور هيك طلع تمام الصورة لازم تضم مجزلري ومانديبي لارتيث كيف عبارة عن انه في عندك اسمه فيلم هولدر تمام قطعة بنحط عليها الفيلم وهاي القطعة انت لازم تعظ عليها من الجهتين فهاي القطعة بتكون طالع منها اشي بنسميه الوينج لهيك احنا سميناها بايتوينج ليش لانك بتعظ على هذا الوينج البايتوينج ستبين لك السنان من المجزلري والمانديبيولر والبري أبيكل زي ما اسمها بري أبيكل ستبين لك بري دونش من اللي تحت تمام هنا طلع ملاحظ انه حتى الروتس مش كلها مبينة تمام تمام هسا ايش استعمال هاي الصورة استعمال هاي الصورة في الكراونز للبوث مجزلري ومانديبيولر تمام ايديال انتر بروكزيما كاريز يعني احنا لو بنا نستعملها للانتر بروكزيما الكاريز هاي هنا بشكل افضل من البيئابيكل لسه الفيولر بون انفولفمنت الفيولر بون انفولفمنت اللي هو هاي تمام يعني في عنا اشي اسمه بون كريست ما بارف اذا اخذته في الاسترولوجي بكون هيك تمام اذا صار مثلا مع المريض بريئابيكل منيفستيشن يعني بصير ممكن تتحركوا اشي فإحنا لازم نظل نصور صور دورية بايت وين اساس ايش نعرف البون كريست كيف مستوى انه آه والله هاي البايت انت منيح ولا لا مستوى العظم عنده تمام فهنا بقول لك نوتس name associated with that being or with the tab or the wing that patient bites on يعني هون الاسم مرتبط بايش باللي قلتلكو عليها اللي هو wing اللي هو wing المريض ايش بعض عليها تمام ظل اخر نوع من الانترا اورل وهو اكلوزل شو يعني اكلوزل 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 عن جهة الاطباق فانت هذا الفيلم حرفيا انت شو بتسوي تمسك الفيلم هيك بتحط جو ثمة كامل وبتعض عليها تطلع هاي الصورة اتخيل زي كانك شو زي كانك مفوت ورقة بدك تكسم أسنان ايش أسنان مثلا المكزلة عن المانديبل فانت حرفيا تمسك الفيلم بتحط بين أسنان المكزلة والمانديبل وبتعض على الفيلم وشو بتيجي القلم من فوق راسك من بي اي دي من فوق راسك وبصور الصورة تمام فلهيك سمت اكلوزل هسا هاي لإيش احنا بنستعملها بنستعملها طلع large areas of the maxill and ment يعني طلع الصورة مبينيت لك large area مش هون مثلا small area three tooth يعني حوالي ثلاث سنان هون مبينت لك تقريبا arch كامل هنا طلع فعليا arch كامل مبينيت لك تمام فإحنا ليش بنستعملها identifying large legions يعني ممكن أنا مثلا أجي أصور مريض بريابيكل راديو يطلع عنده مثلا legion هون تمام بس legion تطلع كبير كثير فأنا ما بقدر أشوف ها بس بريابيكل أضطر أني أخذ close ها عشان أشوف ال legion لين واصلة مثلا هون زي هاي ال legion طلع لين واصلة تمام فبقولك locating bucklingually شو يعني locating bucklingually بخذ occlusal radiograph بتبين إذا هي buckling أو lingual فهيك هذا معنى locating bucklingually يعني نشوف extension تبع assist أو where واصل أو حتى مش ضروري يعني بريابيكل legion يعني مثلا ممكن زي هذا super number teeth يعني إنه سن زيادة وواصل مش من أسنانه الطبيعية خصوصا منطقة خروج ونطلع كيف طالع استعملها في حال إحنا بدنا نعاير developing anterior teeth يعني إيش إذا في عنا مثلا في حالة ال eruption تمام في هاي بيقولك imaging trismus patients تمام شو trismus patient وهو patient ما بيقدر يفتح ثمه كامل تمام لأنه هاي اللي انتو شايفين ها الصور اللي هي زي هيك هاي بده لسه يحط الفيلم جوه ثمه فالفيلم هي ذايق على ثم و هي طر يفتحه تمام فإذا patient عنده trismus أو إعاقة في أنه يفتح كل ثم كامل بنحط له occlusal يعني حرفيا طلع مثلا patient بيكون بس فاتح ثم هيك مثلا هاي هاي مثلا جزء من ثم وهاي جزء من ثم بيكون ش فاتح كثير فبكون حط الفيلم هيك بالنص وعظ عليه تمام تمام فبيقول لك إيش النوتس كانوت أخير عن occlusal name related with the fact that you bite on the whole film يعني إنت مش بس مثلا هون بتعضي على bite wing أو مثلا هون بتعضي على slot بنسميها لأ هون شو بنسوي بنعضي على الفيلم نفسه مفيش holder للفيلم تمام وإيش بيكون large film يعني معقول إنت بدك تصور إلي إيش الارج كامل أكيد الفيلم رح يكون أكبر من bite wing وال bary apical تمام هس بينما إنه حكينا عن الحجم خلينا نكمل فيه تمام فبقول هاي intraoral film sizes تمام هم مقسمين عنا من صفر لأ 4 الصفر دائما بنستعمله مع children سواء بنا بنا يعني بدنا نصول له زي هاي anterior adult وبري apical هاي بري apical الصورة شو يعني barreling هس هاد هنخضع المحاضرة بالزبط الرابع بس إنه بدي أعطيكم مقدمة عنه هاي البي id تمام وهي الفيلم barreling يعني إنه إيش يكون إلي شو اسموه يكون السن مش هاي السن وهي الفيلم يكون السن بيكونوا الفيلم والسن بري مع بعض تمام فبيقولك إنه الone بنستعملها للانتيريور بري apical و baralleling تمام التو هذا ولي أساسا بنعمله also known as the standard film يعني إذا سألك مين الstandard film اللي هو تو تمام بنستعمله إيش في adult anterior bry apical bi sikting شو يعني bi sikting اللي يقولتلك عنها بيكون هيك الفيلم ملزق في السن وفي زاوية بينهم تمام بنستعمله في adult posterior apical زي هيك شو posterior apical زي هيك posterior بتكون زي هيك شكلها anterior بيكون هيك شكلها تمام و بنستعمله في bite twink وممكن نستعمله أو مش ممكن نستعمله في bide occluser شو يعني bide occlusal يعني children بس لما يخذ occluser radiograph يعني لما children يجي بدي يمسك ملف ويعض عليه كله بنستعمله size 2 تمام size 3 بنستعمله في extra long bite wing يعني شو يعني extra long bite wing يعني مثلا هاي bite wing بينت عندي ثاث 2 مثلا انا بدي bite wing تبين لي كمان 8 وبدي bite wing تبين لي كمان 4 وشوي من 3 فبرح بستعمل ايش اللي هي 3 اللي هو الحجم 3 ببين extra long bite wing تمام هس الفور نستعمله في adult occlusal يعني الفور هو اكبر حجم نستعمله ايش في adult occlusal تمام هس بقول لك هون ملاحظة if the child is cooperative and big enough we can use type 1 هس مش احنا قلنا هون انه الحجم صفر بنستعمله مع children اذا كان الطفل كبير مثلا و متعاون يعني بقدر يساعدك او متعاون انه ما يغلبك بتحط له فيلم بحجم اكبر اللي هو حجم واحد بدل ما تحط له حجم صفر تمام هس خلينا نحكي عن extra oral films هس هون مقسمين لانواع اول اش بنسمين panoramic cipheralometric TMG skull view and lateral جو هس panoramic من اسمها زي panoramic panoramic اللي هي اذا لاحظين في التلفون كان فيه صورة بسموها panoramic تجيب لك صورة عريضة تمام فايش بتعرف عنه note انه هاي white تمام يعني طلع الصورة هيك كاملة اذا شفت منبينيت لك كل المانديبل وهي المكزلة مبينة كمان وهي الاسنان هون يعني مبين كل شي بس بصورة عريضة تمام فإحنا شو بنسوي اسمها panoramic شو قياساتها هاي ذول بالانش يعني بتكون خمسة بتضرب 12 أو 6 ب 12 انش تمام indication هاي most common extra oral يعني اكثر اشي extra oral نستعمل له panoramic تمام استفال ومترك قياسها قديش 8 10 انش أو 18 انش هس شو هاي بيقولك mainly for orthodontic reasons يعني اذا بدك تقويم وتقويم ليش لانه هاي اذا ملاحظين تطلعوا في الصورة بتكون lateral view للهيد بس مبينيت لك كل الراس وزائد انه بتحس مبينيت لك soft tissue يعني مبينيت لك لبس تبعون الزلم وهاي chin تبعته مبينيت لك لسناد تمام فهذا مين اللي بحبوها اللي بحبوها جماعة assessment مثلا واحد عنده مشكلة فيه بدك تشوف له اياها تمام سكال فيلم سكال فيلم ثمانية ضرب عشر يعني اذا انتم لاحظين سكال فيلم والتي ام جي والسفايل المتريك لهم ايش نفس الحجم تمام ما بتستعملها في trauma او large legions يعني ممكن مثلا legions تكون مثلا مادة مثلا مادة وصل ال orbital وما عند الانف عادي بتلاقوها هاي الشغلات فاذا كان عندك trauma او انت شاك في كسر او عندك large legions كبيرة حتى الماء بتغطيها فانت بتستعمل شو بتستعمل لسكال فيلم ممكن تستعمل لسكال فيلم تمام هسا اللترال جو اللترال جو لو كان عنده البشانت تريسموس وانت بدك تشوف مثلا زي هيك بدك تشوف زي هيك هاي مثلا انت تشوف بري أبيكال بستيرير او مثلا بايت وينج ممكن انت تستعمل اللترال جو لانه ليش بيكون الفيلم اساسا برا رأس المريض حتى والمريض مش عارف يش تحثم وبتقدر تصور فانت هاي كنت ملاحظ الصورة مبيانيت لك المجزلة والمانديبر ومبيانيت لك بري دونت الليجامنت وبتغنيك حرفية وبتغنيك عن شو عن بوث البيت وينج والبري أبيكال بس عشان هم ايش عشان مش واضحة زي هم فممكن انه ايش تتم استعمالها بس بحالة التريزمس تمام هسا ايش احنا مننا نحكي حكينا عن الفيلم كأنواعه انترا اورال واكسترا اورال حكينا شو ومقياساته ايشي خلينا نحكي عن نفس الفيلم نشرح عنه من داخله الفيلم كومبوزد أوف ايش يعني هاي الفيلم هذا هو ايش صورة الفيلم خلينا اكبر لكو بس شوي اساسا بيكون عنا شو من الخارج طبقة بنسميها ايش البروتكتف لاير تمام تحت البروتكتف لاير شو مكتوب لكو مكتوب لكو ايش فيلم امالشن شو هي الشغلة اللي اذا بتذكروا في اول المحاضرة مش انا قلت لكم الفيلم في اش اسمه كريستالز هي اللي بتحفظ الطاقة أو الرادياشن فهاي الفيلم امالشن بتكون تحتوي على مادة الجيلاتين تمام هاي الجيلاتين وبتحتوي على هاي الكريستالز اللي ايش اللي بتخزن لي الطاقة أو الراديوغراف اللي احنا بناخدها او الاس راي او الفوتونز اللي احنا بنسقطها من البي اي دي على السن تمام في بعد الفيلم امالشن وبعد البروتكتف لاير شو اش اسمه اش اسمه ادهيزف لاير اش بلزق هاي الطبقة كاملة اللي هي البروتكتف والامالشن بلزقها في الفيلم بيس تمام الفيلم بيس وهو الجزء الاكبر من الفيلم تمام اللي هو هذا بالازرق تمام وفي عندك دبل لاير اللي هو ادهيزف دبل لاير بروتكتف دبل بروتكتف لاير وكل هذا حاكي يعني اذا انتو هسا مش فهمين انا هسا ايش حفاهمكم يا تحت لانه ايش ملخص بالجدول ممتاز كمان تمام فباختصار انه انا جبت ساموراي وقلت له اسمه اقطع لي الفيلم من النز هيك يعني شايف هذا الجزء كبل لي وهاتلي هذا الجزء وتعال معي هون نشرحه تمام فاحنا اجينا ايش نشرح جزء واحد لانه اساسا هو جزء معمول دبلوكيشن هذا فلم بيس وهذا اديزف وهذا اديزف هذا بروتكتف وهذا بروتكتف ومالشن ومالشن تمام فاجينا ايش عليه من بره من بره على الفيلم احنا جايين من هون تمام رقيق تمام يعني تغليف شفاف ليش بدي يا شفاف او عشان الاكس راي يفوت من خلاله وما يواجه مشكلة تمام شو الفانكشن تبعه شو يعني هذا الحكي كله انه المادة اللي فيها الكريستالز والجلتين هاي مادة حساسة تمام فانا بدي احميها من انه مثلا لما امسكها باصبع يتخرب او مثلا لما يجي مثلا المريض يعض عليها شوي تخرب ازي مثلا في الاكلوز الفيلم او بروسينج دامج اللي عملية التحميض اللي قلتلكو عنها في اول اشي ممكن انا استعمل مثلا بشكل معين انه يخرب الفيلم نفسه تمام فبعد ما يروح الفيلم على الاملشن بيجي الفيلم على بيجي بدخل وين بالفيلم امالشن تمام شو هو الفيلم امالشن وهو اكوتينج اتاج تو بوز سايد اوف الفيلم باي اديزي امالشن تمام وهو ايش وهو عبار عن تغليف بحوط الفيلم كامل باي بوز سايدز باي اديزي امالشن هايها باختصار لتلزق الفيلم بايز او يعني بتحفظ عالفيلم كله شو الفنكشن تبعت الفيلم امالشن وهو اهم اشي بالفيلم كيف عن طريق انه هو مزيج خليط بين جيلاتين تمام والسلفر هلايد كريستال شو الجيلاتين الجيلاتين اول اشي بتوزع الكريستال بالتساوي على الفيلم تمام وشو بتسوي شو ابزوربشن بتوزع ايش السلفر هلايد كريستال ابزوربشن لما احنا بتذكر وبنسوي التحميض هاي اللي بالفيلم العملية مين اللي اساسا بيمتص الكيميكالز او الكيمويات اللي احنا بدنا نستخدمها عشان انعالج الفيلم ونخلي بيين كصورة اللي هو الجيلاتين نفسه بيمتص وبيودي على الكريستال عشان الكريستال تتفاعل معه هسا الجزء المهم في الفيلم امولشن وهو اساس الفيلم اساسا وهو silver هلايد كريستال تمام هو the chemical compounds that are sensitive to radiation or light يعني هي حساسة مش بس للراديشن حساسة لللايت وهذا المعلومة مهمة ليش عشان لما قدام اقول لك ليش انا ما بحط الفيلم بغرفة مضوية تعرف انه هاي silver هلايد كريستال حساسة للضو يعني بس بتضعو بتتفاعل معه في كمية اقل وبكون تفاعل ها مختلف عن X-ray وبنذكر تحت تمام فاي شو بقول لك شو وظيفتها عشان امسح كل هاي الخربيش بيقول لك وظيفتها they absorb radiation during X-ray exposure يعني هم اللي بخصنو radiation from X-ray exposure and store energy from that radiation تمام بيقول they are separated into the two types which determine the film speed يعني هم ايش نوعهم هم نوعهم نوعين tubular و globular شو يعني tubular tubular بيكون ايش يتميز بانه flat تمام flat ايو flat وبيكون حجمه ايش اكبر من globular ومنسميه ايش insight شو يعني منستعمله مع الفيلم اللي نوع فهذا الحكي لحد انتو مش فاهمينه حاسين ايش بقرأ قراءة بس اسرح افاهمكم اياه هسا انا كبني ادم في اش عندي اسمه speed للفيلم هذا بتاخذوه في المحاضرة الجاي اذا ما اخذته في المد اذا ما فهمته في المد speed وهو كمية الاشعاع اللي انا بحتاجه عشان الفيلم يعطيني صورة مقبولة الي تمام فعندي انواع من speed عندي بتقسم الانواع من A اضرح موجود تحت اللي هو اينو هايو من A لل F تمام وإحنا بس بنستعمل منهم D وال F تمام فكلما اجينا في النوع تقدمنا كان الفيلم اسرع يعني F speed اسرع واحد بنسميه انسايت تمام وال D اللي هو هذا في رقم D بنسميه الترسونيك تمام فش السببب انه F speed بفضل السلفر هلايدي كريستال اللي جاي شكلها توبيلر هي حجمها كبير وهي فلات وموزعة على كل الفيلم بحيث انها تقدر تنتصر بشكل احسن واسرع من ال اللي اللي بكون شكل عشوائي وليست فلات وممكن الاكسترين ما يمتص فيها منيح الموجودة في الالترسونيك تمام فدائما الكروس بيكون هذا فلات للتوبيلر وبيكون ايش راوندد او يعني هيك بتحسو مش مش فلات ولا كروي حتى للقلوبيلر تمام فوصلت معلومة speed speed هو انه شو انه انه انا بدي كمية رادياشن فكل ما قلت كمية رادياشن عشان اعطي صورة مقبولة الي بسمي هذا انه هذا الفيلم سريع او بيقول covers both sides and film base بيقول service to attach the emulsion to the base يعني بلزق الاملشن هاي للباس تمام طبعا بعد ما يكون الفيلم الاكس رايد دخلوا وضربوا في السيلفر هلاي the crystals وعطوهم طقتهم تمام فهس الفيلم باس شو وظيفته وهو اكبر اشي بالفيلم هو قطعة بلاستيك شو وظيفتها وظيفتها stand heat يعني بتتحمل الحرارة بتتحمل الرطوبة وبتتحمل ايش chemical exposure يعني لو نحط عليها كيمويات تمام شو وظيفتها وظيفتها provide strength and stable support for delicate emulsion تمام يعني يعني انها بتوفر القوة والsupport او الدعامة للفيلم emulsion تمام تمام هون بيقول لنك note speed sensitivity واللي وشرحت لكم اياه is the amount of radiation required to reduce a radiograph acceptable density acceptable density انسوا لي هذا المصطلح بتشوفوه في المحاضرة الثانية وبنشرح كامل بس انه اعرفوا لي باختصار انه speed وهي كمية ال radiation اللي انا بحتاجها عشان تطلعلي صورة انا بقبلها او انا بقدر اقول عنها هاي صورة انا بقدر اطلع عليها واشخص منها حالتي تمام وتعتمد على ايش تعتمد على type والsize للكريستال تمام مش بس type لا size يعني حتى تبيلر لازم تكون كبيرة هي اساسا اكبر من اللي جلوبيلر فكل ما كانت كبيرة كل ما كانت احسن كل ما كانت شو اسمو type همنيح اللي هو F او اللي هو BG flat بيكون ممتاز تمام فهنا بيقول لك ايش fast film هاي شايف بيقول لك هاي المعلومة اللي انا نفسها هكتلك اياها لما احنا بنا نحكي عن فيلم سريع يعني يعني للF ولكن في العصر الحديث بطل يستعملوا بس الF والD تمام حتى الE بيستعملوهاش في كثير تمام فهي بيقول لك الF speed are used for intraoral D speed مستعملة والF speed والF speed نستعملها للإنترا أورال عشان ليش ما بتوخذ الرادياشن كثيره تمام فبيقول لك الF speed reduce radiation dose thus provide stable contrast characteristics يعني شو اسمو الF speed في وقت قليل بتعطينا صورة مقبولة اني انا اقدر اميز منها زي هيك طلع طلع اني انا اقدر اميز منها انه آه هاي البردنت الليجمنت هاي مثلا الSementum هاي الDentine هاي الانامل تمام هانا بيقول لك شو The F speed film requires 60% of exposure time of D speed شو يعني يعني انت لما انت مثلا بدك تعرض فيلمين film D و film F film F بتطلب 40% اقل من film D كexposure او يعني كradiation تمام فهذا الحكي بمعنى انه ايش require 60% يعني لو انت تجيب 60% من الطاقة اللي بتستعملها على الD بطلع لك film F ممتاز وما شاء الله عليه تمام فهي بيقول لك faster film produced less sharp image due to large crystal size هذا الحكي برضو هنفسره في المحاضرة ثاني لو انت مش فاهمه بس بما معنى انه ليش انه هسا بالمنطق انت صورة ما قاعدت معك ثانية حتكون واضحة زي الصورة اللي انت خذت وقتك فيها لا فبيقول لك انه faster films حيح انهم بيقللوا ال Radiation ولكن الصورة ما بتطلع واضحة زي ما أنا بدي less sharp due to age to large crystal تمام slower film slower films produce sharper image يعني احنا لانه اخذنا وقتها فيها فطلعت الصورة متكتكة ومزبوطة يعني الشغل اللي نضيف بده وقت على ساسيك لو بتكو تفهموها في العامي due to the small crystal size وهذا الحكي برضو يعني اذا ما فهمتوها السبعة دي الحكي اللي أنا رجعت حكيته حنرجع نشرحه بالمحاضرة الثانية تمام هسا بما انه حكينا عن ايش عن الفيلم الفيلم combustion او composition او يعني مكونات الفيلم خلينا نحكي عن انواع الفيلم تمام هسا الانتراورال بنسميه direct exposure film ليش ليش اسمه direct لانه خلص sensitive للx ray يعني خلص مجرد ما تحط عليه x ray بتروح بتعالج ويطلع لك صورة هاي extra oral film بنسميه screen film ليش لانه انت مثلا حتى بعد ما تعرضه ل x ray او fluorescent light لانه فيه نوعين فيه نوع باخذ x ray وفيه نوع باخذ اشي اسمه fluorescent light تمام فبدك هذا بعد ما تاخذه تمسك الكسيت تكون حط الفيلم بايش اسمه كسيت وبعدين تروح تودي الكسيت على زي كمبيوتر والكمبيوتر هات بعمله او انت مثلا تعمله ايش معالج عشان يتحول من x ray لا من ضولة ايش لا ايش ما رئي تمام هسا خلينا اقول لكم عن ايش عن ايش بتكون هذا هذا الفيلم الاكستراورال انتراورال حكينا الفيلم بايش بتكون وذكرنا كل ايش كل مواصفات وحسير اكستراورال هاي طالع بكون عندك هذا الفيلم تمام بنحط احنا اشي اسمه فوسفوركوتنج حوالي هذا الفيلم وهسا بنحكي عن اجزاؤه هون بس خلينا نحكي عن اساسه اللي هو هاي السكرين فيلم كيف بتصير بيكون عندنا احنا كسيت محوط الفيلم هيك تمام هذا الكسيت بيكون في عليه فوم من هون وفوم من هون ليش الفوم عشان لو لا سمح الله وقع الكسيت على الارض ما ينكسر الفيلم او يخرب تمام في عندك اشي اسمه سكرين سابورت وسكرين سابورت اللي هو بعط الدعام للفيلم عساس انه ايش يكون بليسمين تابعه صحيح في اشي اسمه فوسفوركوتنج الفوسفوركوتنج هاي ايش هاي الاساس وإحنا ليس سمينا الاكستراورال مش دايركت ليش لانه هاي احنا مثلا تمام فليش احنا سميناها اندايركت او سكرين فيلم لانه احنا بنيجي بنطلق اكس ري عليه تمام فلما ينطلق اكس ري عليه الفوسفوركوتنج هاي بتتحول وبتصير ايش ضو وبنعكس على الفيلم كشكل ضو تمام فبيصير عنا هيك ايش الكومبزيشن تابعون ايش الكسيت او الفيلم او الاكستراورال من بره خلينا نتطرق لنفس الفيلم تمام نفس الفيلم معروف من كون من بيس بلاستيك بلاستيك فور سابور زي ما حكينا عنها فوق بيقول لك رفليكتينج لاير اول اشي رفليكتينج لاير بيكون هاي عبارة عن لاير رفليكت باكتور فيلم يعني طلع اذا الفيلم اذا الضو طلع من هون ما هو هيظل مكمل لا لازم يكون في رفليكتينج لاير ترجع ترجع ضو وتخليه وذين عشان يصير له ايش اكس بوجر تمام وفي عندك وفي عندك جوا الفيلم نفسه في ايش الفوسفور لاير او الفوسفور كوتينج ايه الفوسفور لاير بتكون اساسا من الفوسفور كوتينج من الفيلم بتقول لك there are two types منها نوعيا في اشي اسمه rare earth screen green light او بستعمل green light والكالسيوم تنقصتهم screen بتستعمل blue light شو وظيفتهم وظيفتهم بتعرضوا للإكس ري وبيحولوا لإيش لفلوريسنس لايت طبعا إني الأحسن يا ما جد الأحسن rare earth توسحت حني قرأ تحت بس تواني عشان الأذان تمام بنكمل بس عشان خلصوا الأذان بنسبة للإنتنسفاينج سكرين هي من إيش مكونة اول فيلم مكون من base تمام plastic for support reflecting layer اللي هي بتسوي انه إيش تمسك الضو اللي منعكس عليها وبتخليه within the film تمام الفوسفور لاير واللي هي نفسها الفوسفور كوتينج بتكون عبارة عن two types تمام فيها rare earth بنسمي اشي بنسمي rare earth وهو بيطلع لنا green light وفيه calcium tungsten screen واللي هي بيطلع لنا blue light ووظفتهم شو يأخذوا الإكس ري ويحولوا لإيش ل florescence light تمام وبيضل لعنا آخر شغلة وهي الprotective layer اللي بتحوط إيش الفوسفور كوتينج عشان إيش تحميه بس باختصار إنه ممكن يجيك سؤال الانتراورال فيلم ليش direct لأنها إيش sensitive للإكس ري الإكستراورال شوية تقول لك إيش عندها florescence light sensitivity تمام وبتستعمل الانتنسفينج سيكرين اللي قلنا عنها وإيش فيها less radiation تمام هسا السرعة أو السرعة كيف تعتمد هسا فيه النثث أنواع أول إشي fast رابد less exposure less detail زي ما عرفنا فوق إنه الفاست بتكون less detail أو less sharpness الميديوم عادي بتكون between detail و speed اللي سلو بتكون fine detail but more exposure تمام فبيقول لك speed يعني هاي القاعدة تتخذوها إيش وينما كان speed goes up details goes down تمام فبيقول لك إيش إحنا كيف نتحكم بهاي screen screen speed أول إشي هي إنه بنعمل higher absorption fs4 واللي هو وين موجود بالrare earth higher convergent efficiency fs4 اللي هو يكون عنده fs4 عالية في تحويل X-ray الـ frozen light والهي موجودة وين في rare earth برضو في عندك إيش يكون thicker fs4 layer هاي بتقدر أنت تعملها في أي screen تمام يعني ممكن يكون عندك calcium tungiston وتزيد thickness تبعتها تمام هس إحنا حكينا شو خلصنا حكينا إيش عن extra oral film حكينا عن الكاسد وكيف اللي بيكون موجود حكينا عن fs4 coating بشكل معمق بنا نحكي عن نفس screen film هس إحنا هون شو بنسمي direct exposure film هون شو بنسمي screen film هس نفس screen film شو بيكون نوعين بيكون نوع اسمه team وبيكون نوع اسمه active region هس team في اش اسمه cross over هس رح اشرح لكم بس بيقول لك انه شو هو green sensitivity يعني بيكون انه حسس للضو الاخضر اللي هو الضو الاخضر اللي من هون بيطلع من rare earth فدائما بنستعمل مع rare earth تمام وبيكون هو عنده flat crystals تمام الاكتاف vision نفس الموضوع green sensitivity used with rare earth نفس الاشي بس اللهم بعطي شرب image عشان anti cross over وفي flat screens هس شو cross over هس احنا هاي الفيلم تمام تخيلوا هاي الفيلم وهذا الضو الاخضر اللي انعكس على الفيلم تمام لا خلينا اسوي لكم شغلة هذا الاسود اللي هو الكست لمحوط الفيلم وهذا الفيلم جوا وهذا الاخضر اللي هو الضو اللي تم تحويله من الفوسفور layer تمام بيجي الضو هون تمام فالضو بيخترق وبعط وخلص والفيلم بيستقبل الضو الضو بيظل مكمل ممكن الضو يرجع يرتد هذا الارتداد اذا ارتد على نفس المكان اللي كان موجود فيه شو بتسمى كروس أوفر وهذا الاشي لما يصير عندي شو الفيلم بيطلع عليه زي جرانيولور زي حبيبات تمام فاذا طلعت هاي الحبيبات بنعرف انه شو عندنا في كروس أوفر هس ليش الفيلم اللي اسمه اكتا فيجن احسن اكتا فيجن احسن لانه فيه أنتي كروس أوفر في عندنا الطبقة بتحرم الطبقة موجودة على الباك أوف ذا كاسيت بتحرم الضو من انه يرجع ويعود على نفس مكانه ويعمل إكس بوجر على نفس المكان تمام فهس بيقول لك هنا اكستر أور عشان تكون الصورة واضحة فبيقول لك يعني أساسا هو في الأفلام نفسها ما فيش فيه بينها القدرة الشاسعة أو الفرق الشاسعة على الديتيل زي ما في الإنترا أور الفيلم بيقول لك ال وهو المست فرجيفينج انه احنا بنستعمله اساسا يعني في شكل عادي ال ال لو بينا ناخد مثلا من الفيلم القديم يعني مثلا عندنا فيلم بنا ناخد نسخة بنستعمل ال فهون بيقول لك note ال شو يعني هذا الحكي انه ال بتكون أوضح و أحسن من ال وهذا الحكي بسبب حكي هنشرح على المحاضرة الثانية هو ايش بتعلق في الفيلم وبعده عن السن والسن وبعده عن ال وهكذا هسا خلينا ايش نحكي عن الكاسد هسا الكاسد احنا ليش مستعملها use to hold intensifying screen اللي هي intensifying screen in tight with the film شو هي intensifying screen اللي هي عبارة عن screen support مع الفوم تمام فشو بيقول لك فيها نوعين في نوع فينل اللي هو بيجي زي جلد هيك وفي نوع حديد اللي هو أحسن تمام فبيقول لك الفينل وهو soft from damage than does a soft one يعني شو من اسم هاي حديد فبتحمي أحسن من الفينيل تمام بيقول لك هنا نوت الفيلم speed بيعتمد على silver halide crystals يعني ايش بال intraoral احنا بنعتمد على silver halide crystal بس بال extra oral film speed زائد screen speed بتعطينا ايش system speed يعني في عنا في intraoral فقط اشي اسمه film speed ولكن في الاكسترا oral عنا system speed system speed مكون من screen speed يعني اللي هي glh تمام زائد الفيلم speed العكس يا ربي الفيلم speed اللي هو glh وال screen speed اللي هو rare earth والثانية اللي هي هاي calcium تانجستون screen تمام تمام هسا بيقول لك ايش بيقول لك دائما هاي يعني حكي معلومات in the front side of the cassette made from plastic to permit the x-ray يعني هاي الجهة الفرونت معمولة من ايش من البلاستيك ليش عشان الاكسراء يخترقها تمام through while also protecting the film يعني كمان عشان تحمي الفيلم وبرضه عشان تسمح الاكسراء من انه يعبره حولها the back side of the cassette is made from heavy metal to reduce back scattering يعني هون محطوط من heavy متل عشان يمتص الاكسراء ويمنعه من انه ايش من انه مش من انه يرجع ربما انا كتبت رجوع يمنعه من انه ايش ينعمله back scattering ويطلع بره شاسمه ويطلع بره الكاسد زي هيك وينتشر في الغرفة تمام هسا بيقولك addition هاي يعني اضافة the foam layer is giving brush and tolerance يعني اذا مثلا انت بالغلط ضغط على الفيلم وانت ماسكه بيكون الفيلم تتحمل الضغط هذا تمام فبقولك any debris in the cassette between the screen and the film and the result in white spot and the film يعني اطلع هنا هون عندنا زي كان في كتل في اللوز تمام ولكن هذا الاشي عبارة عن عن debris كان موجودة في شو بين الفيلم وال inter-survying screen او الكاسد تمام ف حكينا عن الكاسد كاشي بيغطي ايش بيغطي الاكسترا اورا الفيلم طب الانترا اورا الفيلم ايش بيغطي مدام اماجين انت قلتلي ان الانترا اورا الفيلم مكون من السلفر هلادي كريستل اللي بتتفاعل مع الضو ومع الاكسترا فالضو حيأثر على الفيلم طبعا كيف تضحم الضو في اشي اسمه فيلم كوفر او بنسميه باكت هذا شو وظيفته الاساسية بمنع الضو والموستر لانه الرطوبة بتسبب في تخريب الفيلم من انها توصل الاملشن وهي المنطقة الحساسة بايش بالفيلم فبيقول لك هذا لابل سايد يعني الفئ الكفر نفسه على لابل سايد تمام هذا لابل سايد شو موجود فيه بيكون في عنده سايد كير دوت تقريب الاساسية الاساسية دوت الفيلم يعني ايش عندك مثلا هاي الفيلم هاي الفيلم كفر اللي بتحط فيه الفيلم بيكون في عندك هنا دوت شو هاي الدوت هاي الدوت بتخليك انت تعرف كيف الفيلم يعني انت مثلا بتيجي بتمسك الدوت بيكون لها فيه اتجاه معين ينحط على الفيلم holder اللي بتمسك الفيلم لما بدك تصور وشو ولما بدك تيجي تعالجها تعرف انت منه تطلع لانه موجود عندك هاي ثبت فايش بيقول لك في المحاضرة الرابعة او الخامسة لما نيجي نشرح بشكل مفصل راح تظل تسمع كلمة دوت على سلوت أو دوت on the سلوت تمام شو يعني انه لما بدك تيجي تحط الفيلم holder لازم تكون الدوت مواجهة ل الفيلم holder تمام ولازم هذا الابل سايد يكون عليه الفيلم سبيد مثلا insight insight يعني insight يعني الف تمام the number of film enclosed يعني مثلا كل كوفر ما في فيلم واحد ممكن الكوفر يكون في في مين فبيقول لك one film or two film تمام هسا شو محتويات الفيلم كفر او الفيلم باكت او الاشي inner and outer black paper يعني بتكون ايش عبارة عن ايش زي ورقة هك صودا من قدام ومن وراء تمام شو بتسوي سران the film and protect the emulsion تمام وبيقول لك بيكون فيها فيلم ممكن فيها فيلم أو فيلم و هنا كم ملاحظة كمام مرة there is a race dot in the corner that used for film orientation to know where the right from the left a red arrow red arrow وين كانت موجودة اه انا كنت ناسي اضيف الصورة هي نسيت اضيف الصورة على تفريغ تمام كانت الصورة هي عبارة عن هيك وفي ارو مأشر على ايش على هيك صورة فيها فيلم وفيها ايش زي هيك ادائي ارو تمام اظن بلقيها بسلايدات ثواني بس كتم واشوف السلايدات ايو طلع هي تكملي فيلم تمام من بيكون فيلم زيك فيه ايش جهة ملونة جهة ملونة هيك مكسوما نصين وجهة ايش اللي من ورا بتكون لون واحد تمام بيكون عنا هاي البيبر اللي جوا وهون بنحط الفيلم هاي السلوء هاي الدوت اللي بقولكم عنها هاي طلع كيف شكلها مبين هاي الدوت بتيجي ايش على الفيلم تمام وهنا شو بيقول لك بيقول لك بيقول لك هون بيحتوي number of the film مثلا هذا الباكت بيحتوي فيلم واحد في باكتاب تحتوي فيلمين تمام هون شو بيقول لك برضو كمان بهاي الطبقة تطلع في عندك ايش هذا الاشي رح نشرحه بعدين بس هاي طلع بيقول لك هاي اللي بلاك بيبر اللي حكينا عنها هاي الفيلم المحطوط هاي برضو بلاك بيبر بتحمل فيلم وهاي اللي بالاخير ايش منسميها lead foal وهي عبارة عن شو عن صفيحة رصاص هاي شو بتسوي بتمنع ال back scattering تمام لانه احنا زي ما اخدنا في اول محاضرة انه الرصاص بمنع بيمتص ال x-ray فهذا الرصاص بيمتص ال x-ray الداخل بالفيلم وبمنعه من انه يعمل back scattering لل soft tissue اللي ورا السنان بعد ما انت تصور تمام ليو هاي lead foal اللي بقول عنها فبيقول لك اول شي lead foal اهي protect from back scatter تمام protect the film from back scatter hydration that is result in film fog هسا انت لو صارلك لو صارلك back scatter بصير عندك اشي اسمه اه film fog مش عارف المشكلة وراك صورة اللي هو هاي هوا مثلا طلع الفيلم بالوضع الطبيعي هيك بيكون ابيض الفوق بيكون ايش مبين زكي انه خلص اللون الفيلم كامل تغير وصار مضبب شوي تمام فهاي lead foal بتمنع الفيلم fog تمام فبيقول لك ايش كمان من الاشياء اللي بتساعد فيها reduce patient exposure عن طريق شو عن طريق انها بتنتصل x-ray وتمنع back scattering تمام string thing packet يعني انها بتقول packet لانها عبارة عن صفيحة رصاص تمام في عندك pattern on foil identifies the film placed backwards يعني هاي اللي بتطلع هاي شو اسمه في عندك ايش نمط معين موجود على الفويل بحيث انه يقول لك اذا انت مصور الفيلم بالعكس ولا لا يعني تطلع هنا حس بالسنة ثلاثة بتصير انت مفروض تعرف وين هذا السن فاللي بتطلع هنا بفكر انه هاي upper lift quadrant تمام ولكن لما تطلع هذا pattern موجود فالصورة مأخذ عكس فهاي الصورة عبارة عن ايش هي عبارة عن upper right ولكن لما انت اخذتها بالعكس right قلب lift تمام فهاي البتن اللي فيها بساعدك تتأكد انت مأخذ الصورة بالعكس ولا صحيح تمام هون بيقول لك backscatter scattered x-ray that go back towards the film or towards the soft that surrounding the film يعني مش هاي الفيلم مثلا بيجي عليه ومش الفيلم انتصو في اشياء بتطلع من الفيلم برا وبتيجي على الصورة الى حوالين الفيلم تمام اخر اشي بعد نحكينا عن كل الفيلم والفيلم كفر بنا نحكي عن ايش احنا كيف بنا نخزن الافلام انت قلت انا ماجد هي حساسة للضوء تمام فاحنا لازم نخزن بين 50 to 70 degree في هرنهايت يعني ايش تكون مبردة وليش مبردة لانه اذا احنا تركناها مش مبردة الفيلم فوق هيصير اللي هو هذا اللي احنا نحسه زي مضبب كله open boxes of screen film in dark room يعني احنا لازم لما بدنا نفتح السندوق اللي فيه مثلا الفيلم نفتحه بغرفة اسمة dark room ناخذ عنها تحت وتكون الغرفة هاي ايش need to be cool يعني برد برضو use film before expiration date to avoid film fogging برضو التطبيب من ايش بصير انه الافلام نفسها اللي انت بتشتريها الها صلاحية فاذا استعملتها بعد صلاحيتها بيصير عندك film fogging تمام وبقولك بالاخير do not store film in the room where the graphs are taken بالمختصر ليش لانه اذا انت حطيت مثلا الافلام جنب الاكس راي اكيد فيه backscatter حييجي او backscatter photons حييجي على العلبة نفسها اللي انت حط فيها الافلام وتعمل exposure لأفلام انت اساسا بدكش اياها تمام او يعني مش مستعملها انه بدكش اياها في الوقت الحالي تمام احنا احنا احكينا بهذا الموضوع كله وبالمحاضرة او يعني الـ subject هذا كامل حكينا عن الافلام وتعمقنا فيهم وكيف احنا تقريبا بنطلع صورة هسا ايش بننا نفوت بتفاصيل الكاملة كيف احنا بنطلع صورة هسا احنا في عنا image type تمام في latent image ليش اسمها latent image يعني ايش الصورة latent معناها متأخرة وفي digital image digital image يعني صورة رقمية هسا latent image ليش تسمت latent image لانه x-ray انت بتعرض الفيلم لل x-ray وعادي ممكن تستنع الفيلم يومين بعدين تعمل له عملية فهي بيقول لك latent image is the x-ray image before brusing and it is invincible يعني ايش حتى لما تحط عليها بتبين ولك انك عامل يعني اذا انت مش مسوي لها brusing ما بتعرف تفرق بين الصورة المعمولة exposure او الفيلم المعمول exposure و الفيلم المش معمول exposure تمام خلينا نحكي عن ايش عن x-ray penetration هسا احنا عنا هك طلع كيف اساسا ال x-ray باخترق حتى ال x-ray هون فات هاي الازرق هاذا الجيلاتين والاصفر هاذا هو silver halide crystals تمام بيجي ال x-ray مثلا بضرب في مكان في silver halide crystal silver halide crystal بتحوط تمام طبعا هون احنا من نحكي soft او air تمام هون مثلا ممكن نحكي اللي هو bone هون مثلا نحكي amalgam ليش ما في صلابة زي العظم فال x-ray بتختق في سولف زي ما انتم لاحظين في الصورة في كثير x-ray مخترقة وعمل exposure ل silver halide crystal معبيين تمام فهذا الاشي بخلينا نعرف انه هذا air او يعني مثلا soft او air فبقولك هاي طلع ال air و soft او بيكون many x-ray penetrate and exposed many silver halide crystals تمام البون عشان بكون اقصى شوي او يعني في compaction اكثر يعني كيف بكون كثيف اكثر بتلاحظ انه مش كثير المعمول exposure تمام فبقولك fewer x-ray penetrate not as many as are exposed يعني مش زي air او soft و بكون عنا server hide crystals are exposed تمام اخر اشي الاملقام الاملقام عشان من ما من معدن اول goal بتلاقي few اساسا حتى بالصورة مش محطوط لك بالمرة ليش لانه if any if any اذا حتى اصلا في اخترق بكون يدوب عالقليل فبقولك شو انه مفيش بالمرة يعني silver are not exposed تمام هسا طبعا ايش بعد ما احنا يا ماجد شو بنسويس بدأ شرح لكم عن ايش عن dark room بعدين ايش او تحويل الصورة من صورة عايق عادية نفسها نفس الباقيات ما بتفرقها لصورة عليها تفاصيل تمام هسا احنا عندنا اشي بسموه dark room شو هي dark room تprovide completely dark environment تمام هسا انا مش قلت لكم انه silver هلايد crystal حساسين للضو فلازم انا يكون عندي dark room او اشي بالمرة فيش فيه الضو تمام فبقلك شو موصفات هلازم تكون light تايت يعني ما فيش فيها ولا ضو except for safe light شو السيف light عسان اماجد باختصار هو الضو الخافت اللي موجود عند المحققين اللي بتشوفوه مثلا بالمسلسلات البوليسية او مثلا اعمال البوليسية بتلاقي ايش ان المحقق غرفته فيها ضو على خفيف بس الفيلم لاكسبوجر تمام تكون الغرفة النظيفة معروف temperature and humidity control يعني انت بدك تتحكم بحررتها وبمستوى الرطوبة فيها adequate size يعني انها توسع شخصين على الاقل contain cold and hot وتر يعني تحتوي على ماء ساخن وبرد ليش عشان عملية ايش اللي هي بروس تمام عسا بنا نحكي عن save flight هو عبارة عن ضو ما بعمل damage للفيلم يعني ما بعمل exposure للفيلم زي هيك طلا كلنا زمان في هذول نوعين للضو في اش اسمه codec lid اللي هو codec lid safe light provides twice as much light and may be used for extra and intraoral الفيلم يعني codec lid codec lid وهو عبارة عن ضو انت بتقدر تستعمله مع اي فيلم يعني خلاص بتحطه في الدار وم بتسأل اش بتظلك تسوي بروس لأي فيلم وبكون ما شاء الله عنه ممتاز بس بتعمله ايش test كل فترة تمام اما ال old او ال old school او ال اش اللي احنا كنا نستعمله زمان هو احنا نجيب زي هيك غطى تمام وفي ايش هنا في هنا اللمبة العادية اللي بتشتريها من داك كبير ولكن انت هنا شو تحط فلتر الفلتر هذا ما بيطلع لك الا ضو ضعيف جدا تمام فهي بيقولك we can use safe light filter with a 15 watt bulb يعني عادي normal light bulb او انه نجيب لنبا عادي من الدكان نحط عليه هذا الفلتر الفلتر نوعين في اش بسموه more tile بيكون لونه orange تمام بنستعمله مين مع ال D-speed تمام في اش ثاني اسمه GBX2 او بيكون لونه red شو يعني orange red يعني هذا الفلتر بس تسلط عليه ضو الضو الاحمر بتستعمله مع ايش مع كل شي مع intraoral او extraoral فهي بيقولك all style safe light must be distant for feet from working area اللي هو نفس ما قلتلكو هنا avoid improper safe lighting or light leaks caused by doing test bini شو التست bini البني test انا حطيتلكو هاي المكان فاضل لو انتو بتكتبوا خطواتها ولكن خطواتها سهلة خلص بتحط بني هون جروش بتحطها جوه الغرفة بتسكر عليها بتتركها عشر دقائق بعدين بتعمل processing او المعالجة لها الصورة اذا لقيت ايش اذا لقيت الصورة لستها بيضة زي هيك اعرف انو انت بالسليم اذا لقيتها فيها هيك زي هيك مثلا اثار اللي برائز موجودة اعرف انو في عندك مشكلة يا انو بيكون في عندك ضواء وداخل على الغرفة يا انو بيكون نفسه safe light تبعك في مشكلة وممكن خربها تمام تمام هسا احنا في عنا اشي بسموه من اشي لا اشي تمام الخطوة الثانية اللي هي رنسينج يعني احنا بعد ما حولنا بيكون لسه عليها chemicals ما هو اساسا لبروسينج بتصير بchemicals فاحنا بدنا نخسل الكيميكالز هذول تمام في اشي ثالث بيسموه fixing اللي هو ايش بعد ما انت حولت شو اسمو حولت silver halide crystals هذول بدك انت بدك انت تعمل ايش تصليح لهم لانهما تحولوا بالكامل بدك انت لأ بس تحول الجزء اللي انت بدك ايا او اللي معمول لو x-ray exposure فعشانك بسموها fixing تمام الرابعة اللي هي washing bag ما انت استعملت fixing واخر اشي drawing اللي هي بتشوفوها بالافلام بيروح بيعلقوا على حبل وبيستنى على الفيلم لا ينشف تمام خلينا نبلش فيهم واحدة واحدة developing لازم شو يعني لازم تكون عندك الكلان environment يعني لازم توفر بيقى قاعدية تمام development بيصير عن طريق two steps first steps اول اشي انت بتيجي بتمسك الفيلم كامل بتغطو في اشي اسمه developer وهو عبارة عن ايش عن وعاء في محلول هذا المحلول بيحول لي silver هلايدي crystals لاشي اسمه black metallic silver تمام فاحنا اول اشي لما بدنا نحول اول اشي راح يتحول في silver هلايدي crystal الجزء اي silver هلايدي crystal اللي تعرضت لا x-ray exposure لو بشكل قليل راح كلها تتحول وتصير black metallic silver تمام تمام فشو بيقولك بيقولك اول اشي احنا بنستعمل developer وهو دايما بيكون من ايش من hydro queen واللون تمام حفظه بس هيك حفظه الاسم فهذا شو بيحول لك ال exposed silver هلايدي crystal لblack metallic تمام لازم يكون مع developer اشي اسمه preservative حافظ تمام وهذا شو بيعمل بيساعد developer او يعني بيمنع developer نفسه من انه ايش يصير له من يصير له اكسدة من الهواء تمام لانه احنا هذا بيقى قاعدة ما بناء يصير له اكسدة تمام في ال activator او المسارع ال accelerator شو بيسوي مش هاي الجيلاتين احنا قلنا اللي في الاصفر اللي في الازرق يا ربي بيجي بيعمل شو softin ذا جيلاتين يعني ايش بيخلي الجيلاتين soft تمام و provide alkaline environment عشان ايش عشان silver تتفاعل بشكل اسرع مع hydroquin وال الالون تمام في اش اسمه restainer شو restainer وظيفته هي تعمل control ل rate of development يعني تتحكم في rate of development and prevent radiographic imaging for appearing fog يعني ايش بتسوي هذا باختصار restainer يعني ايش اما هدي يعني اذا اجد developer بدي يزيد بقول لا هدي خلاص فلانه ايش اذا عملنا developing كثير بصير عندنا الفيلم فوق اللي هو هذا الاشي تمام تمام حسا بعد ما احنا سوينا كل هذا تركناه في developer شو بنسوي بنيجي بنعمله rinsing ليش احنا بنخسله to remove the developer from the film and stop developing process يعني احنا ما بننا نسوي تحولوا بنيجي بنخسله عشان ايش عشان نشيل عنه developer نفسه تمام او الالكالين environment تمام هسا الفيلم بيظل في الالكالين environment ملزقة فيه يعني حتى لو انك شلت شو اسمه حتى لو انك شلت اللي هو developer تمام فاحنا شو بنسوي بنسوي عملية اسمها fixing الفيكسنج اول اشي بدها تعمل neutralize يعني بدها اتعادل البيئة القاعدية اللي كانت عند وبدها بعدين تحولوا لأسيد environment تمام عشان شو وظيفة الفيكسنج الفيكسنج remove the unexposed silver from the film emulsion يعني شو هاي هاي اللي بالأصفر اللي ما صر لأشي ببننا نشيلها لانها هاي ما بتفيدنا تمام تمام فإحنا عندنا بيكون ايش clearing agent اللي هو بيذوب وبيشيل unexposed silver from the emulsion تمام يعني هو هذا المسؤول عن ازالة الأصفر اللي ما وبعدين شو بيسوي بيعطيها بيئة حمضية كمان فبيقولك هون طلع any uneutralized alkaline may cause unexposed crystal to develop in the fixer ليش أساسا هاي الوظيفة مهمة إنه إحنا نعمل معادلة البيئة القاعدية اللي كانت موجودة عندي silver ready crystal لأنه إيش لو ظلت موجودة البيئة القاعدية رح يصير له development كمان ورح إيش يبين لنا الفيلم فوق تمام هسا فيه إيش اسمه preservative زي ما كان فيه preservative هسا preservative بيقولك inhibits decomposition أو oxidization لل clearing agent تمام فإحنا صار عندنا اثنين preservative واحد بيمنع developer من being oxidized وفي واحد بيمنع clearing agent from being oxidized تمام هسا إحنا مش هون استعملنا إيش activator اللي هو شو سوى سوى هون بدنا نعكس ما إحنا صار عندنا الفيلم soft بدنا إحنا نعمل hardens تمام فهذا الhardener بيجي بعمل hardens و shrinks للجيلاتين عشان إيش عشان الفيلم كنت بهاندل لأنه الفيلم بيكون متعوج كتير ممكن يكسر معاك تمام فإنه برجع الفيلم بحالته الطبيعية بعدين منيجي على الخطوة الرابعة washing عشان نشيل clearing agent تمام بعدين شو بنسوي بنعلقه عشان إيش يكون جاهز ينشف ويكون جاهز لأنه إحنا نشوف تمام أول أول إيش تطلع عندك بيقول It's a simple method بنعمل development لخمس دقائق على درجة حرارة 20 بعدين ننقص لثلاثين ثانية بعدين إيش بنعمل fix لعشر دقائق بنعمل wash لعشر دقائق بعدين بنعلقه عشان الفيلم ينشف تمام هون بيقول دائما check solutions level تمام إنه شوف إذا أو خليني وين ها هيا تمام 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 هس إيش هذا اللي في إيد الشخص صار عندنا الفيلم تمام استنى لا شو ما ثالي هذا اللي في ييد الشخص عندنا الفيلم بتطل وين حطه حطه أول إشي في developer تمام و شكر عليه هس developer إيش قاعد بيشتغل عمله بس خلص developer شو سو طلع يتحول الفيلم silver هلادي crystal اللي كانت موجودة صارت من اللون أو يعني من silver هلادي crystal ل black metallic تمام فهونا إحنا إيش خلص عنا عملية developing تمام في هانو شو سوي نطلع حطينا الفيلم وصير إيش بهونا في المي اللي في النص نخسله تمام بعد ما غسلنا رجعنا وين حطنا بعد ما غسلنا حطنا هنا في هذا اللي هو fixer تمام فلما حطنا في fixer تركنا فتطلع بعد ما تركنا من fixer رجعنا غسلنا زي ما غسلنا أول إشي وبعد ما خلصنا حطنا يتعلق وين شف تمام فك إعادة بس خلنا أوريكو إعادة إنه هاي عندنا الفيلم بنحط جوا الفيلم جوا developer هنا في ماء دائما بصير عليها drainage وهنا في هون فتحة بتطلع لك ماء تمام يا أنه أنت تختار cold أو زي ما بدك فهونا بيجي على developer في النص بنعمله developing زي ما شفته في الفيديو بتحول بعد ما نروح بنخسله للمدة اللي طلبنا إياها بعد ما نخسله بنروح بنحطه في الفيكسر وبس بنحطه في الفيكسر بنرجع بنخسله بعدين بنحطه يتعلق وينشف تمام وطبعا هذا الشكل اللي هو المعلق هيو تمام فأنت بتيجي هون بنحط فيلم هون فيلم هون فيلم هون فيلم تمام فهذا إيش كان اللي هو manual processing تمام فبقولك develop ل5 minutes بعدين rinse ل30 seconds بعدين 10 minutes 10 minutes cleaning water تمام ولما أنت تستعمل هاي طريقة unit to check solutions level عشان أنه تتأكد من كل الأفلام اللي أنت حطيتها نعمل لها brushing تمام stir أو agitate solutions frequently يعني ظلك كل فترة يمسك الdeveloper وحركه يعني agitate ظلك حركه تمام check temperature oven يعني shake على الحرارة دايما replenish 8 ounces a day تمام يعني دايما جدد 8 ounces a day يعني إذا مثلا شو اسمه دايما أنت حط 8 ounces a day يعني حط تجديد على solutions هاي مقدار 8 أونصة إذا أنت استعملت 30 فيلم إذا استعملت فوق 30 فيلم بيصير كل أربع أفلام تحط 1 أونصة تمام هس شو بيقول هاي automatic processor هي عبارة جهاز لحال وشغال فالفيلم بيقول film already in 5 minute require 28 celsius some of them resurrected to safe light must be cleaned regularly تمام يعني في إيش إيش في من هذول automatic processor ما بتقدر تحطو إلا تحت save light ولازم تعمل clean regularly وهذا الحكي حلي حكي عنه في محضرة ثلاث هس خلينا نشوف إيش من السلايدات برضو اللي الدكتور مزودنا فيها ونوريكم كيف عملية automatic processing تمام السيك العملية إنت إيش تيجي وبتحط الفيلم هون تمام الفيلم بدخل بنعمله developing لحاله automatic هاي اسمها rollers تمام هاي rollers هاي انت بتحتاج تنظفها تمام فهنا بعد ما إنت عملته developer لحاله بفوت على fixer تمام بس يفوت على fixer بطلع وبس يطلع بنعمله washing وبعدين ايش هنا وهو طالع في طريقه يعني اتطلع وهو طالع بنعمله دراير يعني بنشاف لحاله بطلع لك الفيلم جاهز وناشف كل شي فبيقول لك هاي films are ready in five minutes تمام تمام هسا نحكي عن أنواع الصورة الثانية اللي هي كنا نحكي فوق عن latent image خلينا نحكي عن آخر موضوع ونخلص لانو حسيت المحاضرة طولت شوي معكم عن digital images digital images بيقول لك هي composed of pixels تمام هي أساسا مش كريستالزو منحولها هي عبارة عن بيكسيلات تمام can be stored in computer into two types أول إشي في إشي direct digital images أو sensors اللي هي إيش بتكون تستعمل normal conventional extra generating equipment يعني هاي عبارة عن sensor مربوط مباشرة مع الكمبيوتر تمام وهذا sensor خلص هو حساس للإكس راي تمام مجرد ما تعطي عليه إكس راي بيودي لك الصورة على الكمبيوتر وبتقدر تستعرضها تمام ومقسم لنوعين cdd ccd cmos تمام تمام هسا فكرته إنه أنا مقدر إنه هاي دار digital imaging بقدر إني أتخلى فيها عن الفيلم العادي اللي بروح بعمله بروس وإنه مجرد خلص بس الفيلم يتعرض ل إيه ش اسمه بس الفيلم مجرد ما يتعرض ل الإكس راي بروح بحطه على الكمبيوتر والكمبيوتر بيطلع للصورة تمام فهو مقسم لنوعين أو يعني يستعمل لاستخدمين يا intraoral pre-apical sensor وهو ليش uncountable ليش لأنه بيكون ايش thicker than the regular film بيكون أدخن فإذا نحط بالفيلم ما بيكون مريح وفي النوع الثاني اللي مستعمل هو extra auror panoramic أو sensor تمام في النوع ثاني وهو indirect digital imaging تمام هو بيكون عبارة عن coreless reusable photostimulator 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 photostorage plate تمام is used with scanner تمام هسه في شو هاي PSPP أو photostimulator photostorage plate هي عبارة عن ايش عن plate عن زي صفيحة و cordless يعني ما فيها silica تمام contains a layer of barium fluorohalide phosphore هاي barium fluorohalide phosphore لما تتعرض ل X-ray بتكون عندها حساسية للضوء أو X-ray وبتقدر أنت تأخذه وتسوي له بعدين ايش scan تمام فبقول digital image enhancement يعني أنت كيف بدك تحسن digital ممكن أنت تستعمل من نفس الكمبيوتر تتحكم في brightness وال contrast ممكن تتحكم في sharpening و smoothening ممكن حتى تتحكم بالcolor وتلون الصورة ممكن تعمل digital substriction radiography شو هاي عبارة عن أنه مثلا بدي بس أنا أشوف السن فبقدر أنه أضغط خيار على الكمبيوتر وبس أشوف السن تمام تمام فمراجعة لهم digital images هي indirect digital images هسا direct بكل نوعين ccd و cmos هسا شو هذول نوعين بيكون عبارة عن بس sensor إما موصول بس وحتى مش موصول بس تمام فهذا sensor بيجي عليه X-ray بتروح بتحطه على scanner على الكمبيوتر وداخلك مباشرة على الكمبيوتر ال indirect لا هي عبارة عن cordress usable blade هي عبارة عن blade بس يتعرض ل X-ray بتحول لضو تمام زي موضوع extra org film بس يتحول لضو بصير sensitive to light وبتحطه على scanner هذا scanner بيطلع الضو وبأخذ التفاصيل منه تمام هنا اخر اشي advantage ل digital images بيقول easy storage يعني انت بتخزينها منيح archiving of patient information لانك ما يخذه على الكمبيوتر بتكون مسجل كل بيانات المريضة على الكمبيوتر requires a lower dose of radiation يعني إيش بيستهلك radiation أقل no need for conventional brushing يعني أساسا ما بدك كمان المعالجة التقليدية تمام في بيقول لك easy transfer of image electronically يعني الصورة بدك توديها لواحد في الكويت بتروح تبعث له يا هاي ميذ تمام بيقول لك بالأخير image enhancement and brushing يعني زي ما قلنا فوق تقدر تتحكم في brightens والcontrast sharning smoothening وأما إلى هناك وآخر شغلة وهي embrace communication between the doctor and the patient يعني ممكن أنت مثلا تصير تبعث له على الإيميل أو شيء تمام the disadvantages إلها إنه مش هي easy storage easy برضو to get access and change the original images يعني ممكن مثلا واحد يفوت وبالغلط يغير صورة أو يحذفها تمام expensive غالية عشان وبيقول لك loss of image quality or resolution on the heart could be print out يعني إذا مثلا بدك شسمه بدك مثلا تطلعها نسخة ورقية رح تخسر رح تخسر كثير من الجودة تبعتها بيقول لك image manipulation can be time consuming for inexperience يعني لو أنت مثلا لو واحد مش خبير في هذا الموضوع وتقد صورة لسه بده يلعب بالbrightness والcontrast وسmooth نقول هذا اللي يلعب فيهم فما بيعرف يستخدمه منيح فبطول مع الوقت كثير فالconnecting cable can make intraoral placement difficult تمام لأنه فيه إيش يقول لكم أنه فيه إشي موصول بكورد يعني فيه select موصول في السنسور وبنحط في ثم المريض حسا هذا اللي بيكون فيه select مع عشان فيه select طالعا من ثم المريض ما بيكون مريح إلو تمام وبتقدر أنتو توصفوها أنا حطيته في جدول هيك لأنه إيش أنا ربطت لكم يا أنه كل advantage اللي عكسها disadvantage يعني هاي disadvantage عكسها ومرتبطة فيها فهم كيف تمام عسا آخر إشي اللي هو digital subtraction radiology باختصار اللي هو أنت ممكن مثلا بدل يعني مثلا هاي الصورة طلع هاي الصورة بدي أنا مثلا أشوف والله بس send 5 فبروح شو بسوي بروح باختار خير بشيل لكل سنان وبس بيخلي لل send 5 تمام فهاي اللي احنا بنحكي عنها الخاصية بيقول لك the number of gray values should be should be the same expect the sites where changes have occurred يعني إيش أول شي انت لما تلتقط صورة بكون عندك هيك gray values تمام يعني the gray values بتكون إيش أو مثلا أعذرون لأني صراحة أفكر حالي باش رحل الثاثة لأنه هذا مضاخلنا بس الموضوع باختصار يا ساتر الموضوع باختصار شو هو digital subtraction radiology هو عبارة عن نظام بالكمبيوتر بتيجي انت مثلا قبل 6 شهر بتوخ الصورة تمام بعدين بيروح شو بيسوي بعد 6 شهر بتوخ الصورة هذا النظام بحط الصورة الأولى تمام فوق الصورة الثانية مناطق الاختلاف تمام مناطق الاختلاف بتلاقي عليها شو بتلاقي عليها اختلاف إما في اللون أو في إيش اختلاف باللون بشكل عام يعني مش هو اختلاف باللون أو إيش هسا باختصار للموضوع شو إنه عندك هاي الصورة عشان أنا إيش تهت شوي لأنه في صراحة صوت بره ومعاجقني كثير في إيزيكس مش عارف إذا هو رعد أو أو مفرقات أو شي مش عارف المهم إنه انت بتيجي قبل 6 شهر بتصور صورة تمام بعدين بعد 6 شهر بتصور صورة بيروح للكمبيوتر بحطهم فوق بعض هسا الصورتين بيكونوا بينات فوق بعض بيكون مثلا في سن هيك تمام وبالصورة الثانية بعد 6 شهر نتاكل من السن شوي فبين السن الثاني هيك تمام بيكون إيش مأكل منه شوي هسا مكان الأكل بيكون إيش مبين داركر أيريا لأنه نحطه فوق بعض فإنت مثلا لما تجيب أبيض فوق أبيض رح يكون أبيض أكثر فإنت لما تشوف داركر أيريا على المكان هذا اللي بالصورة معناته أنت اخسرت إشي في هذا المكان يعني مثلا السن انكسر في عندك كيريز أما لما تشوف برايتر أيريا معناته أنت كسبت إشي شو يعني كسبت إشي لأنه في حالات أنه بصير عندك هايبر سمنتوسيز مثلا فإنت بتشوف إذا الجذر صار حواليه مثلا سمنتوم زيادة فإنت بتشوف إذا هذا المنطقة بينت برايت فبيكون إيش بيكون إنت معناته كسبت شغل في هذا المكان إذا داركر بيكون إنت تخسرت شغل في هذا المكان وهذا النمط مفيد جدا عساس إيش إنك تكون تحدد بدقة أثناء بروسيجرز أو العمليات اللي أنت متوقع تعملها فولو أب أو يعني تعمل لها أنه ترجع تخلي المريض يرجع يعني يراجعك تمام كقراءة يعني دايما اللي غري فاليوز هم بيكون السن على شكل إيش على السكني دايما السكني بيكونوا على بعض بيكونوا إيش بيكونوا نفس الإشي إذا السكني تغير لونه معناتو إعرف إنه صار فيه اختلاف بيقول لك We subtract the Great Energy is the difference is not zero تمام يعني السكني على السكني كله بنشال بيظل بس إيش المناطق اللي فيها السكني مختلف فإذا أنت شفت Brighter Area معناتو شو صار يعني إذا أنت شفت منطقة صارت أفتح معناتو إيش أجا فيها إيش structure جديد إذا المنطقة شفتها أغمق معناتو أنت خسرت هذا تمام إن شاء الله تكون محاضرة شرح هيك بسيط ممكن طويل شوي ولكن إيش لو تركسوا فيه إن شاء الله بتطلعوا منه فهمينه بس كان معكم عجل درمان نأخذكم في فيديو الهات القادمة ويعطيكم ألف عافية